حلقتنا النهاردة في قصة منتخب عن منتخب عمل بطولة عالمية في أمم أوروبا وصنفت البطولة ديت من جانب الفيفا والويفا كأنها واحدة من أقوى البطولات المجمعة في قرية القدم البطولة النهاردة هي بطولة يورو البرتغال 2004 وأكيد أنتوا عرفتوا المنتخب اللي هنتكلم عليه المنتخب هو منتخب اليونان البطولة ديت صنفتها الفيفا والويفا كواحدة من أقوى البطولات المجمعة مش بسبب ان اليونان بس اخذت البطولة واللقب من البرتغال صاحبة يماهير والارض ومعاها جيل تاريخي من اللعيبة الكبار جدا روي كوستاو فيجو وكالفاريو وريكاردو في حراسة المرمة فكان جيل تاريخي واللي عادين على الدكة كانوا بينزلوا يخلصوا اي ماتش في البطولة لكن البطولة دي تصنفت كاقوى البطولات المجمعة في قرية القدم بسوي المفاجآت واللي بدأت من بدري تصدر بلغاريا لمجموعاتها في التصفيات تصدر اليونان لمجموعاتها في التصفيات خلت البطولة تبقى بطولة تحس ان في المفاجآت جاية ومش هتختفي المفاجآت جاية في البطولة بخروج ألمانيا وصفة مونديال 2002 خروج أسبانيا خروج إيطاليا من دور المجموعات فلك أن تتخيل أن التلات منتخبات دول بأجيالهم الكبيرة واللعيبة التقيلة على مدار تاريخها بتخرج من الدور الأول اليونان منتخبنا النهاردة بقيادة المدرب والمدير الفني الإله بالنسبة للغريك هو أطر هاجل مدرب الألماني لمتخب برطغال اللي كان مستمر معهم من 2001 ل2010 واللي عمل إنجاز تاريخي في الكرة بحصول اليونان على أول بطولة أوروبية لها وبقيادة لعيبة بقى في خط الدفاع كان موجود دلس في نص الملعب كان موجود واحد من أحرف اللعيبة اللي جات في تاريخ البرتغال بشهادة كل في تاريخ اليونان عفوا بشهادة كل الإغريقيين وهو كاراجونيس اللعب دوت لو تفرقت على أي ملخص لمتشط اليونان في التصفيات أو في البطولة ديت أو حتى في البطولات اللي بعد كده هتلاقي إن اللعب دوت أعلى نسبة فاولات بتتعامل على اليونان بتتعامل على كاراجونيس ويخر استياس الرجل الطويل أبو طويلة اللي كان بينزل في أي ماتش أساسي رأس حربة الكرة العرضية بتتعمله وبيتير يطلع على السحاب هبا بيحط الجون هبا تختف اليونان هبا اليونان وصلت للنهاية اليونان صعدت في التصفيات كمتصدلة لمجموعتها على حساب أسبانيا اللي كانت بتضم في الوقت دوت رؤول جنزالس وموريانتس وبراكة في نص الملعب وتشافي كان لسه طالع فكان فيه لعيبة تقيلة ولعيبة شباب حلوة ولعيبة مهالية أصحاب خبرة وعلى حساب أوكرانيا اللي كانت بتضم في الوقت دوت شيفي شينكو بالجيل التاريخي لمنتخب أوكرانيا واللي ما صعدتش ساعتها فصعدت اليونان وأسبانيا القرعة حطت اليونان في مواجهة صعبة قدام المستضيف والبلد المضيف منتخب بورتغال وأسبانيا وآخر المجموعة كان موجود روسيا البرتغاليين داخلين في مهمة سهلة أصلاد الغريق على أرضهم ووسط جماهرهم وأكيد المطش دوت للبرتغاليين مين عم منتخب اليونان دوت اللي في كل مشاركاته العالمية أو الأوروبية ما اخدوش ما كسبوش ولا مطش ده يمكن ما احرزوش ولا جهون فبيجي اليونانيين بيتضربوا البرتغاليين في افتتاحية المجموعة الأولى وافتتاحية يورو 2004 وبيخلبوهم اثنين واحد عشان تحصل كده السكوت وييجي بعد بقى الصحافة البرتغالية تقولك ان ديها تتضربة الأولى ومن يضحك أخيرا هو اللي بيضحك بقى كثيرا لكن الحقيقة ان اليونانيين كبروا دماغهم الموضع دوت واستمروا في البطولة وقابلوا المطش التاني المتادور الأسباني وقدروا يقتنصوا هدف التعادل في منتصف الشهود التاني عشان ينتهي اللقاء واحد واحد وتيجي اليونان في المركز التاني بورا البرتغال ومش بس كده اليونان كررت لا ان هي هتتغلق تتخلى عن طريقة لعبها الدفاعية وحتبدأ تهاجم منتخب روسيا بالدب الروسي وتلعب عليه بقى اللعب اللي هم عايزين يفرجوا الكرة الحلوة والكلام ده كله هاتوا خدوا والكلام ده كله لكن اتفاجئوا بهزيمة قصاد منتخب روسيا والهزيمة ديت هي اللي فوقت منتخب اليونان عشان تسعد اليونان كتاني المجموعة بعد البرتغال بأربع نوعات وتواجه بطل العالم وبطل العالم 98 وبطل أوروبا 2000 ومنتخب اللي عمل التصفيات بشكل رائع جدا منتخب فرنسا اللي عمل تمن لقاءات في التصفيات اقوى هجوم واقوى خط دفاع وما خسرش ولا اللقاء في التصفيات عشان يلاعب منتخب اليونان تاني المجموعة الاولى فمنتخب اليونان داخل تخلى خالص عن حضره الدفاعي وحضره الهجوم اللي كان بيواجه به منتخب روسيا وكرر ان هو يرجع تاني عفوا لحضره الدفاعي مرة تانية وواجه المنتخب الفرنسي بطريقة اللي بدأ بيها وفاز بيها على منتخب البرتغال وأسبانيا وبالفعل دخل اللقاء هبا فرنسا رايحة فرنسا مهاجمة فرنسا بتضيع بجيل تاريخي بقى فرنسا زيداني هنري تريزيجي جالاس مكاليلي فكان فيه بريس فكان فيه خط هجوم النور في المنتخب الفرنسي ولسه طالعين بفضيحة من منديال 2002 في كوريا واليابان فجايين البرتغال يثبته وجودهم بما انهم ابطال عالم 98 وأبطال أوروبا 2000 ومعظم الجيل دوت مكمل في البطولة ديلة ولكن خراستياس طبا دوفلوس ليه رأي تاني ومنعرضية من ناحية اللي مين هبا بيحط رئاته زي الزرافة عشان يخبط فرنسا الهدف الأول ويرجع يأمل تأمين دفاعي عشان يفوزوا باللقاء ويعملوا مفاجأة مش جديدة في البطولة ولكنها مفاجأة لمنتخب اليونان اللي كل يوم الناس تقول لا ده هيخسر مش هينفع يوصل للنهاء ازاي عما هيوصل للنهاء ده منتخب تعبان منتخب مفوش النجم الكبير عشان يلعبوا في نص النهائي واحد من افضل المنتخبات الاوروبية في الوقت دوت كان بيضم كولار بيضم ميلان باروش بيضم روسيسكي بيضم لعيبة تقيلة قوي في منتخب التشيك مش عايز انسى ولا اسم منهم لكن كان جيل تاريخي في منتخب التشيك خلى ميلان باروش ياخد هدفة بطولة بخمس اهداف وفي الماتش دوت اليونان عملت تأمين دفاعي رهيب وخطة دفاعية رهيبة خلت منتخب التشيك يشد في شعره ونقطة التحول في اللقاء دوت هي كانت اصابة النتفد وخروجه معي ان لان نزل مش اقل من النتفد في حاجة هو رقم سبعة كان ساميريتش تقريبا فكان عمل اداء ومستمر التشيك لغاية الوقت الاضافي وهوبا ديلاس بيخبط التشيك من الوكنية وهوبا بجون وديلاس دوت مدافع اصلا في منتخب اليونان الهدف الوحيد اللي احرزه في مسيرته كلها مع منتخب اليونان كان هدفه قصاد التشيك في نص النهائي عشان تسعد اليونان للنهائي وتقابل المنتخب اللي قابلته في الافتتاحية ومنتخب البرتغال المواجهة صعبة بالنسبة لليونانيين لان منتخب دوت لعبنا عليه وكسبناه طب هنعمل ايه في النهائي ده الصحابة كانت تلعب تقول من يضحك اخيرا يضحك كثيرا فيه مثل انجليزي بيقولك البرق اللي يضرب في مكان واحد مرتين لا هو البرق منتخب اليونان ضرب مرتين ومن عرضية في منتصف الشوت التاني اليونان او في منتصف الشوت الاول اليونان بتقدر تحرس هدف تاريخي لغراستياس بابا توبلوس عشان تتقدم واحد سفر منتخب البرتغال بيعمل تخرياته وبينزل روي كوستا وبيحاول نونو جوميز وبيحاولوا شواط منديكو روي كوستا فيجو كريستيانو رونالدو جيل تاريخي لبرتغال لكن مش قادريني يشوتوا ما بين التلات خشبات اي شوطة بتيجي تحت التلات خشبات كان كلوني الحراسة في اليونان الرجل افوشاة عربية ده اللي شبه جورج كلوني كان بيصد اي كرة وتوجت اليونان باقوى بطولة في تاريخ الامم الاوروبية بطولة البرتغال 2004 عشان تحقق لقب تاريخي في تاريخ اليونان لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك شير وسبسكرايب للقناة وما تنسوش يا جدعان تشاركونا في الكومنتات عايزين قصة انهي منتخب وشايفين المنتخب الكبير اللي لازم يتعمل له قصة هو منتخب ايه؟ وسلام